موسيقى الحمد لله الحمد لله مبسوط كثير بدأ أشكر عائلتي بدأ أشكر أمي وأبوي وزوجتي بدأ أشكروا لكل أنوا وقفوا معاي بدأ أشكروا طبعا الكادرين معاي كلهم والكل بدأ أشكروا وإن شاء الله يعني بتأهل زياد أخوي بتأهل كمان وهي تأهلت الثالث مرة هاي مبسوط كثير وأنا كثيرت الحمد لله أهلت الثالثة وعدت أهلي وعدت الكل لدي أتأهل وتأهلت الحمد لله وهذا الإشي يعني كثير مبسوط مش هعرف شو اللي صعوري بدأ أنا أشرح لكم فيه مبسوط كثير مش بسدق إني أنا الحمد لله لثالث مرة الحمد لله بعد إصابة بعد عناق بعد كل إشي والحمد لله تأهلت شكرا لكم اشتركوا في القناة البطل المتعلق دوما وبأقل الإمكانيات ويمكن بأقل التحضيرات ينجح عبادة كسبة بالتأهل المرة الثالثة إلى عالم أفضل الألعاب الأولمبياد بعد أن عاد وحاملا الشهاد والبطاقة التي أهلتهم لأن يكون متواجدا إن شاء الله في أولمبياد باريس صيفا هذا العام. عبادة كسبة مساء الخير. أهلا سعد مساءك أخستاذ الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا رب بارك هذا الإنجاز. طبعا ثلاث مرة أكيد المرسار معتاد عندك عبادة الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. عبادة حدثنا عن مشوارك بالتأهل وقبل المشوار يرأت نعرج قبل المباريات كيف استعدت لهذه المنافسة؟ طبعا أنا استعدت منيح صار معي إصابة أنا ألعب خلال تقريباً سنة كاملة كان عندي قبل أن أصابة وما قدرت ألعب بطولات في ثلاث بطولات ما قدرت أشاركين وأثرت علي بتصنيفي ومشاركتي فالحمد لله أنا ثلاث بطولات في معسكر تعسكرت فيه في كوبا قدرت يعني أني أطور حالي فيه كثير خلال المدربين طورت حالي فيه والحمد لله رب العالمين أني قدرت أني أحسن شوية من لياقتي ومن من من تكتيك وتكنيكي في اللعب يعني هذه المرة المشوار فيه كان تحدي خاص لعبادة كسبة إنو كان مصعب وغايب حوالي سنة تقريباً ثلاث بطولات يعني بطولة الأول بطولة كانت تشيك والبطولة الثانية اللي كانت مصطفتها لأردن بطولة آسيا ما شاركتها وبطولة الجزائر الدولة العربية ما شاركتها نعم فقط معسكر تدريبي في كوبا هو كان هو اللي أهلك وفيه كان لأبد قبلها بطولة المغرب 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 حزام الزحبي هل كان لسه الإصابة لسه كما وجودة عندي بس بقايا الإصابة آه بقايا الإصابة طب ما خفت تشارك في هاي البطولة يتأثر على تحضيرك الأهم هو أولمبياد باريس لازم ألعب لازم أخذ جو اللعب نعم لازم أخذ جو النزلات واللعب الحمد لله في بعدين راحت الحمد لله يعني أموري تمام الحمد لله هسا صحيا و تمام والحمد لله رب العالمين ما أسكر الكوبا نجح معاي الحمد لله وفي ما أسكر بسباني كمان من أفضل الدول في العالم بالملاكمة و حتى على صعيد الأولمبي كوبا هي مدرسة كوبية معروفة مدرسة كوبية و مدرسة روسية مدرستين هنا أخوى المدارس في العالم في الملاكمة والحمد لله و مدربنا كوبي يعني مدربنا داقو كوبي واستعدنا في مباريات ودية لعبناها كمان كان تطور كثير فيه يعني الحمد لله الكابتن أني عدني فيه والحمد لله رب العالمين الحمد لله طب الآن نذهب إلى التصفيات كابتن حدثنا عن هاي التصفيات و بصراحة هل كنت متأمل بناء الظروف السابقة و عودتك القريبة من الإصابة و التحذيرات ممكن ما كانت مناسبة لأي كنت مصاب هل كنت متوقع بصراحة أنك تعود بالبطاقة المؤهلة إلى أولمبياد باريس طبعا أنا متوقع لأن الواحد لما يريد شغله يجي يحصل عليها أنا كنت مركز أني لازم أتأهل نعم و تعبت يعني أنا مش مجاش كمان من الفراغ صح أني في بطلات ملعبتنش بس استعديت أنه أنا لازم قلت صح أنه مش كافي كان الإعداد بس الحمد لله أني أنا مركز أني لازم أتأهل الإصابة و إشي كله حط حطت وراي لازم أنا أتأهل و رغم الظروف اللي أنا كنت فيها حطت على جانب عند البطولة و خاص بانسة كل شي في إلي خبرة عندي لعبة أولمبياد ثنتين لعبة محطات كثير فأنا عندي كان خلص أنه لازم أتأهل نعم يعني زملائك يعني أتوقع الوحيدة أهلت أنت كابتن عبادة ممكن زملائك كانوا محضرين أكثر بضوء أنهما كانوا مصابيين كانوا مستمرين بتحضيرات ولكن من تأهد هو اللي عائد من الإصابة كيف يعني تصف أن شو السبب يعني هما والله أدوا عليهم يعني أدى داء كثير رائع الشباب يعني كل حط اللي عنده بس الرياضة فوز وخسارة نعم يعني يوم إليك يوم عليك مرات لا تقضعنا محطة كابتن عبادة يعني صراحة لكل أدى داء مشرف بس هم يعني خلص يقول لك الرياضة فوز وخسارة نعم وإن شاء الله راح يأولوها إن شاء الله في الفتايلن نعم تصفية المواحدة الأنمياد بنيس نعم الآن مع مين لعبت حتى أخذت البطاقة يعني أول اللقاء كان معي مع اللعب البرزيلي واللعب البرزيلي قوي نعم وأشوى اللعب كثير قوي اللعب ولعبت أول حتى أول جولة كانت فوجيهة اللعب معطينيها الجولة كانت قريبة بس إنه معطينيها مقطع فهونا أنا كنت حاط كله عندي ما موقفت شغلت الماكينة طليت لمصر ربضينا بلعب معه ما فتحت لهش مجال والحمدلله عديت عليه الجولة التارتة وبيّنت فيش حتى للحكام ما فتحت لش مجال إنه حتى للحكام يعملوا أي مجال وسعت الفارع نعم والحمدلله أول هي والواحد البرزيلي الثاني لعبت معه المقابلة مع اللغواندي وبرضو عديت عليه واللعب الملدوفي هي اللي كانت أصعب إلي وعصاب كانت لعبة صراحة عصاب بس ضلتني خلاص مركز 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 فيها يعني كثير كانت المباراة على التأهول صعب إلي كانت المباراة النهائية باعتبار حتى كانت هي رومانيائي ولكن هي المباراة المؤهلة للأوروبية اللاعب قوي بس أنا اشتغلت عليه مع المدربين اشتغلت كيف يعني هو لعب جسميا قوي أنا اشتغلت معه على السرعة فكانت أنا معي السرعة فالأداة أشتغل بالسرعة ورادة الفعل فالحمدلله تغلبت عليه وكانت فرحة يعني كنت دارس نقاط ضعف ونقاط كوتو كبتر طبعا وأنا لعبت معا قبل هالمرة يعني عارفوا بالتالي يعني نقيت الاستراتيجية والتكتيك المناسب حتى تحصل ما تريد وتخطف البطاقة بالنهاية لأنه اللاعب قوي جدا بلعب على المضاد مع اللاعب فأنا كنت ألعب معها بالسرعة والتمويه يعني زي كيف أقول لك بقولوها إنه ردة الفعل أشتغل مويد والعب زي فالحمدلله رب العالمين صدرت أن أفوز عليه أول جولك مالبعطوني شي إياها الثاني والثالثة ظلت لي ضغط موقفتش الحمدلله الحمدلله الآن المهم تحققنا كبتر عبادة تقاهل ثلاث مرة شو كانت أعجك الأول مرتين المباراة الأولمبيات الأولمبيات أنا أول الأولمبيات لعبتها بالفرن 16 نعم بريو لعبت مع اللاعب الكندي ما حلف نشي الحظ نعم وتقاهل الثاني لعبت مع اللاعب بيات توكيو الثاني بتوكيو مع اللاعب اللاعب في توكيو مع اللاعب البلاروسي نعم برضو ما حلف نشي الحظ الآن عندك الخبرة عند الخبرة الآن شو مطلوب حتى يكون عبادة بأفضل مستوى حتى نحاول إن شاء الله نحن بتحقيق أول مدالة في الملاكمة شو المطلوب الآن؟ نعرف عبادة يعني هذه ليس بسر عبادة ممكن للرياضيين اللي بعانوا كثيراً بحياتهم الآن شو ممكن نقدم لعبادة حتى أن عبادة يكون مرتاح مركز في تدريباته حتى نصل بأفضل مستوى العبادة في أولمبيات بريس اللي هو الأبواب يعني الآن هو الرياضة معروف يعني الرياضة معروف شو لازم يكون متهيئ نفسياً نعم وما يكون يش يفكر في شغلات تانية يعني فإن شاء الله يعني يكون ناساً يكون اللجنة والأولمبية والاتحاد طبعاً أنا يعني الأمن العام جهاز الأمن العام يعني هو بدعمني دائماً والاتحاد واللجنة الأولمبية بس أنا يكون الدعم يكون أكثر عشان يكون واحد مرتاح نفسياً أنت مرة فكرت باعتزال صح؟ وكنت أنا بفكر باعتزال كنت فيها نعم للظروف الصعبة اللي بتوجهها صبعاً طبعاً الظروف صعبة كانت اللي أني أوقف نعم يعني والله مثل هذا البطل والله بحاجة لدعم يعني عبادة الكسبة رغم إصابته ورغم ابتعاده على حلبات الملاكمة ولكن عاد هو الآن أول ملاكم يخطب بطاقة التأهل لأولمبياد باريس فأنا أتمنى من المسؤولين من الاتحاد الملاكمة من اللجنة الأولمبية يعني دعم الرياضيين اللي يمكن خلالهم أنه نحصل على إنجازات ونحصل على ميداليات في الأولمبياد عبادة كسبة يعني إن شاء الله أنه يكون لك تحضير مثالي إن شاء الله يكون لك تذليل كل الظروف والإصعاب حتى نصل بعبادة كسبة وكل أبطالنا يصلوا إلى أولمبياد باريس بأفضل جاهزية مالية ونفسية إن شاء الله لأنه يكونوا مرضوا مع بعضه وبالإضافة للجاهزية البدنية كلمة أخيرة لك عبادة شو بتحكي إن شاء الله هذه خططت مرحلة الأولى للأولمبياد أني تأهلت إن شاء الله مرحلة الثانية أني أروح مرفوع الرأس لبلدي وإني أروح من جاهزة إن شاء الله وكل عام أنت بخير وشكرنا إليك حياك الله عبادة وإن شاء الله ربنا يوفقك ويأخذ بيدك وإن شاء الله تحضير المثال يكون بالفترة المقبلة معسكرات ووصول إلى جاهزية بأعلى مستوى وإن شاء الله أي ظروف أي صعاب أي عوائق تقف وجهك تكون تذلل إن شاء الله وبالتوفيق وننتظر إن شاء الله تجاوز عتبت الدور الأول في أولمبياد باريس إن شاء الله الله يعطيك العافية وحمد الله على السلام الله سلام ومتنبارك بطاقة الصعود الأولمبياد باريس الله يبارك فيك أيها قلب وحيح